كشفت مديرية الدفاع المدني عن أسباب تكرار حوادث الحرائق وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان إن تكرار الحرائق يتعلق بالمخالفات الكبيرة داخل المدن منها بناء ساندوش بنال وتذبث بالطاقة الكهربائية والشبكة العنكبوتية للأسلاك وتنوع استخدام الطاقة الكهربائية بين الوطنية والموالدات فضلاً عن التجاوزات على الشوارع والأسواق العشوائية وعدم تأمين متطلبات السلامة وأضاف أنه لا يمكن حسار حوادث الحريق ما لم يتم العمل على معالجة المسببات وإزالتها بالإضافة إلى تعمل تجاهل المواطنين لإجراءات السلامة والأمانة